السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر النهاردة إن شاء الله حفصل رؤية قص الأظافر في منام الرجل وكمان حقول تفسير رؤية قصر الزوافر أو قص الزوافر بالأسنين وكمان عايز أقول رؤية الأظافر حتى لو مش بتقصها كل ده إن شاء الله حقوله في الفيديو دوت لو محترين في تفسير أي رؤية اشتركوا في القناة وكتبوا رؤية انتوا عايزينها وأنا حرد عليكم في نفس اليوم وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم أول حاجة رؤية قص الأظافر في المنام للرجل الصالح فالرؤية دي بتكون دليل إن شاء الله على التخلص من الديون بإذن الله تعالى وكمان الرؤية دي بتدل على اتجاه الرجل الرأي اللي هو شاف الرؤية دي في المنام إلى التوبة وإلى طريق الله عز وجل وإن ربنا إن شاء الله بإذن الله يكون قبل طبته طيب رؤية الأظافر في المنام لو بيبص لدوافره في المنام أو شاف دوافر في المنام فالرؤية دي بتكون دليل على شعور هذا الرجل بالوحدة الشديدة طيب رؤية بقى إن هو بيقص أظافره بسنانه فالرؤية دي للأسف بتدل على تعرضه لبعض الأزمات في حياته وبعض المشاكل في حياته طيب رؤية إن هو بيقص دوافره وتقصد منه في المنام فالرؤية دي بتكون دليل على تعرضه لخسارة كبيرة في التجارة لو كان تاجر أو خسارة كبيرة في الأموال طيب رؤية إن هو بيقص دوافره في المنام وحس بألم حس بواجع شديد وهو بيقص دوافره في المنام للأسف الرؤية دي بتدل على تعرضه لمرض شديد للأسف تفسير الرؤية كده لو محتارين في تفسير أي رؤية زي ما قلتلكوا اشتركوا في القناة وكتبوا الرؤية لإنتوا عايزينها وأنا هرد عليكم في نفس اليوم ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو دي يوصل لكل الناس وتفعيل زيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم بحبكو في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته